ما يزيد على عشرة آلاف متخصص، وألف ممثل عن الجهات المشاركة، و250 متحدثاً من أبرز الخبراء اجتمعوا تحت سقفين واحد في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للمرافق نحن نتوجد استراتيجيتين، استراتيجية تخص الإنتاج وهي ما يسمى بالعزوف عن كل ملوثات البيئة من حرق غاز أو ما شابه إلى استخراج الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية كما كذلك عندنا استراتيجية أن ننتج 60% من طاقتنا بحلول 20-35 من الطاقة النظيفة الجانب الثاني والسياسات الأخرى هي استخدام هذه الطاقة يوجد عندنا بعض استراتيجيات تقليل البصمة الكربونية أو الهذر من الماء والكهرباء في الاستخدام تستارض الشركات العارضة منتجاتها وابتكاراتها وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها والطاقة النووية وإدارة مصادر المياه وتحليتها مشاركتنا مثل ما قلت للسنة الثانية على التوالي منذ تأسيس المؤتمر تعتبر مشاركة استراتيجية لمجموعة الدكاب لأننا في النهاية نورد ونعتبر عضو أساسي في تغيير الطاقة والإنرجي ترانزيشن فوجودنا في مثل هذه المؤتمرات كشريك استراتيجي وكمشاركين ونورد حلول طاقة لكذا الإمارات هيعتبر بالنسبة لنا شيء أساسي يركز الحدث على موضوع تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة وتحقيق أهداف الحياة المناخية ترجمة نانسي قنقر